اهلا بحضراتكم من جديد نتكلم مع حضراتكم النهاردة من بداية الحلقة عن افتتاح سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لمصنعي انتاج الغازات الطبية والصناعية وايضا محط التوليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية بأبو رواش زي مصر بتحقق قفزات كبيرة في ملف طاقة وايه اللي احنا بنستنى من الافتتاحات الجديدة اليوم ويعني ايه محطة الطاقة الثلاثية هنفهم اكتر مع ضيوفنا اللي بتنورنا النهاردة في الستوديو دكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وايضا دكتور عادل توفيق بشارة خبير الطاقة المتجددة وتغير المناخ اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم دكتور التكامل ما بين الطاقة والمناخ والصناعة والفكر الاستراتيجي في هذا المجال ويلا اي مدى ده بيقدم اقتصاد المصري اه تمام اه تسمحيي العول بس عشان الطاقة تبقى طاقة ايجابية اولا نقول للناس كل سنونا طيبين بمناسبة انتهاء المشاهدين يعني وحضراتكم كلكم بمناسبة قرب انتهاء 22 وان شاء الله 24 تبقى نكون يعني احسن حالا من 22 وسابقتها الحاجة التانية كمان برضو بنهنق الاخوة اللي بيحتفلوا باعياد الميلاد في الفترة السواء اللي بيحتفلوا مبارح او اللي بيحتفلوا في 7 يناير طبعا حضرتك الطاقة هي المحرك الاساسي للتنمية وعلشان نعمل تنمية لازم يكون الطاقة متوفرة بالصورة المطلوبة وفي الوقت والمكان المطلوب ومن هنا بدأت نهتم باولا شبكات الكهرباء علشان تغطي مساحة الجمهورية كلها في المناطق المأهولة وفي نفس الوقت شبكة الغاز الطبيعي وهو النوع التاني من الطاقة المستخدمة تجاريا وهي ايضا بتغطي مساحات كبيرة في البلد الصناعة لو ما كانتش الطاقة متوفرة ومتوفرة بتكلفة مناسبة ده بيبقى معوق مهم قوي للصناعة ما بتقدرش تنافس سواء في السوق المحلي البضاعة المستوردة المثيلة للي بننتجه او للتصدير اذا كنا بنصدر وهنا عندنا منتجات كتير بتتصدر برا ومن هنا الحقيقة الطاقة هي رمانة الميزان لضبط الصناعة سواء للانتاج المحلي او للإستراض صحيح طيب اروح لدكتر محمد واسأل حقيقة عن القيمة الاقتصادية والعائد الاقتصادي المرجو من مثلها كده مشروعات لو احنا نتكلم نهارده عن مشروعات خاصة بالطاقة ومشروعات اللي خاصة به الصناعات الطبية طيب هو مصر زي ما حصدتك عارفة عندها مشاريع قومية متعددة يعني اهمها على الاطلاق هو مشروع التحول لمحور اقليمي لتدول الطاقة ده المنظومة اللي جاي فيها موضوع الطاقة سانيا احنا عندنا مشروع واسع جدا للإحلال المحلي الواردات وبالتالي الموضوعين النهارده بيشتغلوا مع بعض حصدتك عارفة ان احنا عندنا عجز في الميزان التجاري بتاعنا احنا بنستورد بحوالي يعني 70 مليار فيما فوق وبنصدر بحوالي 44 مليار فيما فوق في المتوسط يعني في المتوسط السنين مصر بتحاول تعمل إحلال محلي الواردات بنحاول نصنع اللي ممكن يعني نتصنعه في مصر بحيث ان احنا نقلل الضغوط على العملة الصعبة زي ما حدثت يعني الرئيس تكلم النهارده وبالتالي المنظومتين بيتكمل موضوع احنا عاوزين نكمل إنتاج طاقة متجد يعني عدد من التقاطر المختلفة يعني من بينها الطاقة المتجددة بحيث ان احنا يبقى عندنا سواء فقط في القدرة او فقط في إنتاج الطاقة بحيث ان هو يعني نخرجه للخارج بحيث ان هو يدخ عوائد الى الداخل المصري وفي نفس الوقت نعمل إحلال محلي الواردات بحيث ان احنا يعني نقلل تسارب الدولار للخارج الموضوعين بيتكملوا مع بعض بالشكل اللي بقول لحضرتك عليه دوك علشان كده يعني موضوع موضوعي الطاقة والصناعة بيخدموا على بعض بشكل واسع الموضوعين بيتكملوا طول الوقت واذا يعني حصل عندنا اختلال في احدهم بيحصل اختلال في التاني فورا لانه حتى توليد الطاقة في فترات اللي جاية بيحتاج صناعة بيحتاج قطاع صناعي كويس جدا لانه احنا داخلين على ما يطلق عليه الاقتصاد البرتقالي وده بيعتمد على توليد الطاقة من الصناعة نفسها سواء بقى صناعة السورة بانلز او صناعة الواحي الطاقة الشمسية او حتى من الرياح او حتى من باطن الارض الانواع المختلفة يعني وبالتالي احنا بنصنع علشان نطلع طاقة وبنطلع طاقة عشان نصنع تكامل في دايرة مغلقة اذا عندنا خلل في احدهم هيبقى عندنا خلل في التاني واذا عندنا انتظام في الاول هيبقى عندنا انتظام في التاني صحيح اذا الطاقة والصناعة عرف داي يعني مهمين جدا للاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية اروح لحضرتك دكتور عدل واسألك عن يعني ايه طاقة او محط الطاقة ثلاثية مصطلح ما اعتقدش انه كان عندنا في مصر قبل كده مثل هكذا محطط حضرتك عندك حق في السؤال لانه ده مصطلح يمكن جديد واول مرة يعني يعلن ويتعمل محطة وتتفتح وفي نفس الوقت تعبير جديد بيتداول في الاعلام زي بالضبط مسألة الهايدروجين الاخضر لما طلع التعبير ده والناس برضو ما كنتش عارفة يعني ايه الهايدروجين الاخضر الحقيقة خلينا بس نرجع لموضوع الطاقة الثلاثية المحطات توليد الطاقة عادة المتعرف عليه هي محطات توليد الطاقة الكهربية من الوقود وعادة الوقود ده هو الوقود الاحفوري اللي هو الناضب اللي هو البترول والغاز الطبيعي ده هو اللي سولو او المفرد طاقة مفردة الطاقة دي نوع واحد يبقى انا بحرق وقود احوله في النهاية الى منتج النهائي يتم بس يعني ضخه في الشبكات ويصاله الى المستهلكين اللي هم المصانع وخلافهم طيب لو انا قلت محط الطاقة الثلاثية معناها انه هناك ثلاث انواع من الطاقة بتصدر عن هذه المحطة ايضا قبل ما نوصل للثلاثية هل في محطة ثنائية اين في محطة ثنائية ويمكن لو السيد المخرج يحط اخطلنا السلايد الاولاني المحطات الثنائية اللي بيسموها ما بين الكهرباء والحرارة زي ما احنا شايفين كده في الرسمة احنا عندنا مصدر للوقود والمصدر للوقود ده بيخش محطة توليد كهرباء وياخد محطة توليد الكهرباء الحرارة اللي طلع في غازات العادم بدخلها على منظومة معينة اقدر اطلع منها بخار البخار ده بقى طاقة حرارية اذا المحطة دي هي محطة مزدوجة في النهاية بدخل منتج واحد اسمه وقود المنتج ده باخد منه منتجين نهائيين قابلين للتداول وقابلين الاستعمال التجاري اللي هو كهرباء علشان ادور بيها الالات واشجل بيها كل الاستخدامات في البيوت والمصانع والفنادق وكلافه وايضا اخد منها حرارة في صورة مخار اقدر اوظفه في عمليات صناعية مختلفة وجالبا مثل هذه المحطات بتبقى موجودة في المصانع وفي المناطق الصناعية طيب ايه ميزة ان انا اشغل محطة ثنائية بدل ما اشغل محطة مفردة مفردة الانتاج ان انا باستخدم الوقود باعلى كفاءة ممكنة يعني انا الحقيقة الشاشة مش قريبة مني فانا مش شايف الارقام اوي لكن يعني على ما اذكر ان السلايد ده احدا لما هنحط وقود بنيت وحدة هاخد منه كفاءة مزدوجة في الكهرباء والطاقة حوالي 88% او 87% طيب لو انا افترطت جدلا ان انا حفصل المحطتين دول من بعض وعملهم منفصلين كل محطة كل محطة هتبقى مفردة اذا الفكرة انه هنا هستخدم كمية وقود اعلى وبالتالي لو انا كنت هستخدم 100% في المحطة 100% في المحطة المزدوجة عشان اطلع كمية كهرباء وحرارة زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة انا كنت هضطر استخدم بدل 100% هستخدم 158% وحدة علشان اعمل محطتين منفصلين كل محطة منهم تطلع نفس الكمية من هذا الانتاج يبقى اول ميزة ان انا استخدمت وقود اقل وطلعت نفس المنتج ومن هنا بقت كفاءة استهلاك الطاقة كفاءة عالية كفاءة تحويل الطاقة كفاءة عالية طيب ايه بقى المحطة الثلاثية يبقى انا هنا المنتجين بتوعي كهرباء وحرارة ايه بقى المحطة الثلاثية المحطة الثلاثية هو نفس النظام عندي وحدة توليد كهرباء بدخل لها وقود واخد منها بقى 3 منتجات عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكهرباء المعتادة لان المحطة اساسا هي محطة كهرباء واخد غاز العادم اللي طالع منها لو انا شغلت المحطة دي ديزل جينريتور او مولدات ديزل هاخد غاز العادم اللي طالع واخده ادخله على مولد بخار زي الغلاية بالزبط واخد البخار ده بقى حرارة وايضا باخد جزء البخار اللي طالع بعد توليد البخار العالي ده اني ادخله على تشلرات بتاعت تبريد مية وطلع منه مية مبردة لدرجة مقبولة جدا واقدر استخدم هذه المية المردة في المكيفات وفي عملات التبريد المختلفة في المصانع فبقى عندي هنا 3 منتجات من نفس الاصل للوقود بقت كهرباء وحرارة ومية مثلجة او مية بردة تستخدم في التكييف او التبريد او اي اغراض صناعية اخرى كفاءة الاستخدام هنا بقى اعلى حتى من المحطة المزدوجة يبقى انا لو قرنت بالمحطة المفردة الكفاءة حوالي 30 ل40 في المية المحطة المزدوجة الكفاءة حوالي 87 او 86 في المية المحطة الثلاثية تصل الكفاءة فيها الى ما يقرب من 90 في المية وهنا بقى اخد قيمة مضافة من الوقود اعلى بكتير ايه بقى غير الفايدة بقى ان انا وفرت وقود ان انا قللت من البعثات الكربون وده بقى حيدخلنا بعد كده على كلام على توليد الكربون لكن بروح لدكتور محمد بنرجع نكمل حديث مع حضرتك اختيار صناعات بعينها يا دكتور محمد وتطوير المصانع اللي كانت قائمة بالفعل او حتى اقامة مصانع جديدة للصناعات بعينها هل ده بيتم وفق استراتيجية ما او مفهومة جديد بتنتهجه او منهج بتنتهجه دولة مصرية اختيار الصناعات الدولة المصرية بتتسمر فيها بيتم في اطار محوار المحوار الاول هو الظروف العالمية للصناعات دي حضرتك عارفة ان اسواق الصناعات كلها بنسميها بريك بو ماركتز يعني سوء كسر المنافسة فيها جديدة للغاية علشان كده حضرتك بتفقري تعملي مشروع جديد او تستثمر في صناعات جديدة لازم يكون الظروف العالمية مواتية عندنا ظروف عالمية مواتية دلوقتي بشكل كبير جدا بسبب التغارات اللي حصلة في سلسل الانداد بسبب الظروف اللي حصلة في الصين واللي حصلة في الولايات المتحدة الأمريكية حرب التجارية الأمريكية الصينية اللي كانت موجودة قبل كده ومحاولة الصين خفض يعني العجز في الميزان التجاري ما بينها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية بتخلي فيها عدد كبير جدا من الصناعات يخرج من الصينية تاجل الدول نمية أكتر دي أول حاجة الوضع العالمي لازم يكون مواتية تاني حاجة الأوضاع المحالية لازم تكون مواتية لازم يكون عند حضرتك ميزة نسبية في الصناعة دي لازم يكون عند حضرتك سوء يقدر يستهلك المنتجات الصناعية اللي طالعة منها ثالثة لحضرتك بيبص بقى على الأقليم اللي حواليك هل الأقليم في حاجة إلى المناطق اللي حواليك الأقرب يعني الجغرافية هل المناطق اللي حوالينا دي محتاجة لهذه الصناعة وخاصة بقى لو المناطق الجغرافية اللي حوالينا دي عندنا معاها اتفاقيات تبادل تجاري حر بيبقى الإمكانية التنفيذ الصنوعة وإمكانية النجاح فيها أعلى وأكبر وخذ بالحضرتك أنه إحنا دلوقتي في مصانع اليوم يا دكتور محمد إلى أي مدى هي بتتطفق مع هذا الفكر وهذه الاستراتيجية مع التلات محاور بتتفق معهم أول حاجة إحنا عندنا نازم قلت لحضرتك كده يعني طلب عالي جدا على الجازات الصناعية والجازات الطبية الاتنين بسبب أنه إحنا عندنا شحف المعروض العالمي بشكل كبير جدا بسبب المشكلة اللي قلت لحضرتك اليوم أول حاجة إحنا عندنا يعني انحناء في سلاسل الإمداد تغير في سلاسل الإمداد بشكل كبير الجازات اللي الجاية من الدول بتاعة جنوب شرق أسيا والدول اللي في أسيا عموما يعني في ارتفاع لتكلفة الشحن بتاع الفترات دلوقتي التكلفة بدأت تقل يعني في نفس الوقت كمان المواد الخامل الخارجة من الدول الإفريقية والدول الشرق أوروبا اللي بتستلدم في صناعة هذه المواد فيه سوق جدا يعني أو فيه ترد فيه أوضع نقلها وبالتالي فيه طلب كبير جدا من السوق العالمي على هذه الجازات في نفس الوقت كمان عندنا طلب محلي واسع بسبب أول حاجة الكتلة الديمغرافية اللي بتزيد وفي نفس الوقت كمان إنه إحنا عندنا طلب هيزداد في المستقبل كمان عندنا المحيط العربي والمحيط الإقليمي كله يعني وكان المحيط الإفريقي عنده فيه شح من المعروض فيه خاصة مع دخول الاتفاقية بتاعتنا بقى سواء مع القرى الإفريقية أو يعني استكمال الاتفاقية بتاعت التباجر والتجال الحر بتاعتنا مع أوروبا التلاث محاول المتكاملين في الصناعة دي ومش بس الصناعة دي كمان إحنا عندنا كمان صناعات دول المصرات تسميت فيها الفترة رفتت بشكل كبير صناعات البيترو كيمويات وصناعات الجزد والنسيج يعني بينطبق عليهم نفس الموضوع عشان كنا حدثك هتلاقي دول المصرات تقفص فيهم أو بتزوء فيهم بشكل كبير أكبر من بقية القطاعات يعني حقيقة دكتور تقصد أنه هذه الصناعة ممكن نوصل بها للاكتفاق الزاتي وإلى التصدير بعد فترة انتهاء كورونا هو بس يعني يعني الاكتفاق الزاتي دلوقتي يعني هيبقى هيبقى يعني صعب بسبب الزيادة بسبب الزيادة يعني لكنه إحنا البداية أولا أنه إحنا يبقى عندنا يعني شبه اكتفاق الزاتي وبعدين مع تطور إنتاج الإنتاج اللي هيخرج من سبقا يعني شركة النصر أو غيرها من الشركات المصرية هيبقى عندنا قدرة فيما بعد أن إحنا نقدر يعني نخرج المنتجات بتاعتنا إذا يعني إذا كنا قادرين نكاف السوق المحلي فهو المطلوب دلوقتي مش التصدير المطلوب دلوقتي لإحلال محلي الوردات زي ما أطلت الحديث في الأول لأنه الصناعة بتقوم على حكتين يعني حديثك وإنتي بتصناعي بتقوم على حكتين بتقوم على مبدأين إما التصنيع من أجل التصدير أو التصنيع من أجل إحلال محلي الوردات إحنا دلوقتي في المرحلة الأولى لأنه إحنا عاوزين الأول يعني نخفض الطلب على الدولار بتاعنا المنتج بتاعنا يبقى واخذ وضعه في السوق وبعدين نبقى نبص للخارج الإنزام الحديثة المنافسة العالمية الجديدة للغاية وبالذات في المدخلات الوسيطة أو المدخلات الإنتاج زي الإجازات اللي احنا نتكلم عليه النهاردة عزيم نروح لدكتور عادل وحيكت بتتكلم عن البصمة الكربونية لمجمع اليوم ولأي مدى هذا المجمع صديق للبيئة تمام خليني بس أبتدي بأن احنا يمكن نذكر الاستراتيجية بتاعة التنمية المستدامة في مصر عشرين خمسة وثلاثين والحقيقة الاستراتيجية غطت كل المحاور ويمكن قبل بس ما نكلم عن البصمة الكربونية يمكن الافتتاحات بتاعة النهاردة لمست عدة محاور من استراتيجية التنمية المستدامة إحنا عندنا النهاردة أول حاجة في التنمية المستدامة إن الإنسان لازم أحافظ عليه وأحافظ على صحته وأوفر له المناخ المناسب في المعيشة فعشان كده الإنتاج أو زيادة إنتاج الغازات الطبية هو إسهام في توفير خدمة صحية أعلى وأحسن وأشمل وأكمل في المستشفيات المصرية للحفاظ على صحة المواطن المصري اللي هو عماد التنمية طيب الحاجة الثانية بقى إنه الغازات الصناعية جزء مهم منها زي ما تفضل الدكتور وقال داخل مع صناعات الأسمدة والبتروكيمويات والأسمدة جزء مهم جدا في الأمن الغزائي علشان كده إحنا بدأنا نتكلم في استراتيجية تعميق الصناعة المحلية في إن إحنا مش بنبص للصناعة فقط على إنها توفير منتجات نهائية لكن بالتأكيد توفير منتجات نهائية عشان أقلل الاستيراد وأقلل الفجوة بين العملة اللي أنا بصدر بيها وبستورد بيها يبقى أنا محتاج كمان مدخلات الإنتاج إن أنا أزودها وأزود هذا محليا لأن إحنا أيضا بنستورد مدخلات إنتاج زي ما بنستورد منتجات نهائية فالحقيقة هذه المصانع اللي بتوفر مدخلات الإنتاج هي تسهم في التنمية الاقتصادية وتسهم أيضا في رفع كفاءة المصانع اللي موجودة في مصر علشان إحنا المكمل بقى للتصنيع هو مسائل ضبط الجودة وإحنا الحقيقة فيها شغل كثير أو في مصر وفيها كلام كثير عليها وأعتقد إنه ده جزء دلوقتي الحكومة حطها في الاعتبار وهو تجويد الإنتاج علشان أقدر لما ألغي أو أنافس سلع مستوردة يبقى السلع المصرية تضاهي السلع المستوردة في جودتها وأعلى كمان النقطة بقى بتاعت إن التنمية المستدامة دي الهدف منها الأساسي إن إحنا نعمل كل الأنشطة الاقتصادية في كل المجالات بأقل لقيمة انبعاثات كربون ممكنة ليه؟ لأنه كلنا عايشين آثار تغير المناقب دلوقتي صحيح الآثار المدمرة يعني يمكن كلنا دلوقتي بنسمع عن العاصفة الثلجية في أمريكا والناس بتموت وحدتها صحيح كان قبل كده جفاف في أوروبا ما شفناهوش شفنا أمطار وسيول وتلج في السعودية شفنا باكستان تلت تلت البلد غرقت وماتت أعداد كبيرة جدا ولذا وإحنا نتجه الاتجاه الصناعي ونتحدث عن توطين الصناعات وده حضرتك لو إحنا هنسترجع المؤتمر المناخ كب 27 اللي كان في شرم الشيخ الحقيقة كان التركيز عالي جدا جدا على أنه صحيح إحنا دول نامية ومن حقنا أن إحنا نلوث شوية زي ما الدول الصناعية لوست قبل كده لكن طلعت دلوقتي فكرة أنه لا إحنا كلنا لازم نتحمل المسؤولية بالظبط علشان كده تعامل صندوق اللي هو التعويضات وسندوق دعم الدول النامية في أنها تقلل انبعاثات الكربون طب إيه بقى البصمة الكربونية برنامج زي برنامج حضرتك ده هل تتخيالي أن له بصمة كربونية طب الأول هي إيه البصمة الكربونية البصمة الكربونية اللي بنسميها كاربون فوت برينت زي ما فيه بصمة للأدم أيوة زي ما فيه بصمة للصباع فيه بصمة للأدم وفيه بصمة للعين وكل البصامات دي هي بصامات تميز الشخص أو تميز الانتيتي اللي أنا بتكلم عليها طيب لو أنا هتكلم على مصانع أي منتج فيه دخل فيه طاقة ودخل فيه مدخلات استهلك الطاقة والطاقة دي سببت انبعاثات أنا بجمع كل الانبعاثات دي وأقول أنه أنا بطلع كذا كمية معينة من المنتج وفيه مرتبط بيها انبعاثات سانوكسيد كربون مباشرة وغير مباشرة بالصورة كميتها كذا أقسم الكمية على كمية الانبعاثات على المنتج وطلع لكل منتج وحدة الانبعاثات اللي تسبب فيها أن المنتج ده بقى متداول أو بقى منتج نهائي يبقى دي البصمة بتاعته طيب دي بتحدد إذا كان المنتج صديق للبيئة بالزبط أو لا والهدف أيضا من نحن نعمل البصمة دي أن احنا أي إجراءات لتحسين مثلا كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع إذا كنا بنكلم على مصانع دلوقتي كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الإدارية في نادق المستشفيات والمدارس وخلافه كل ده لما هحسب البصمة الكربونية مثلا للسرير لكل مستشفى ويطلع رقم معين سين لو أنا قللته بقى تسعة من عشرة سين أنا ساهمت في محاربة أو في تقليل الإنبعاثات شكرا جزيلا دكتور عادي لتوفيق بشارة خبير الطاقة المتجددة وتغير المناخ وأيضا دكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على وجودكم معنا النهار نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد ونكمل برنامج التسعة شكرا جزيلا على المشاهدة